السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب العزاء طلاب الصف الثاني ثاني ويحياكم الله أهلا وسهلا بكم اليوم إن شاء الله رحين نأخذ الفصل السابع وهو آخر فصل في هذا الكتاب إن شاء الله اللي هو رح يتكلم لنا عن الاهتزازات والموجات أول شيء هنا لاحظوا معي يا شباب تقولوا لاحظوا معي على الشكل اللي على اليمين لاحظ هاي الحركة تقول يا شباب يحاول يوجد لي الرابط المشترك ما بين هاي الحركتين أحسنتم اهتزاز ممتازين طيب هذول الصورة هاي اللي على اليسار لاحظوا معاي أحسنتم اهتزاز اليوم رح ندرس الحركة الاهتزازية لأن لو سألناكم ما الصفة المشتركة بين حركة الأجسام في الصورتين أو في الشكلين حركة هذه الأجسام اهتزازية اهتزازية يعني ايش؟ دورية أو ترددية أو تذبذبية أو توافقية جميع هاي المصطلحات نفس مفهوم الاهتزازية وهي متكافئة تماما طيب ليس سمينا حركة اهتزازية أو دورية أو ترددية أو تذبذبية أو توافقية لأن حركتها تتكرر بشكل منتظم خلال أزمنة متساوية إذن الحركة الاهتزازية أي حركة تتكرر في دورة منتظمة خلال أزمنة متساوية أول شيء راحين نتعرف عليه مفهوم الحركة الاهتزازية وهي أي حركة تتكرر في دورة منتظمة خلال أزمنة متساوية الآن لاحظ معي يا شباب جميع هاي أمثلة على الحركة الاهتزازية لاحظ معاي البندول في الساعة لاحظ هاي الأرجوحة في الشكل اللي هنا بالأسفل لاحظ معاي النابض ولاحظ معاي الكرة المعلقة بالخيط جميع هاي الأشكال هي حركة اهتزازية حركة اهتزازية حركة منتظمة بتعيد نفسها في أزمنة متساوية الآن إحنا قلنا حركة اهتزازية نفسها حركة توافقية تمام؟ الآن عندي الحركة التوافقية البسيطة هي حركة تتناسب فيها إزاحة الجسم عن موضع اتزانه طردياً مع قوة الإرجاع كيف؟ لاحظ معاي هاي الكرة إزاحة الجسم هاي هذا موضع الاتزان شايفيني يا شباب؟ إزاحته لليمين أو لليسار تتناسب طردي مع القوة اللي بترجع فيه إذن كم أنا بزيحه؟ كم بتكون قوة الإرجاع أكبر؟ سواء إزحته لليمين أو إزحته إلى اليسار وهذه العملية يسميها الحركة التوافقية البسيطة وهي حركة تتناسب فيها إزاحة الجسم عن موضع اتزانه طردياً مع قوة الإرجاع المؤثرة فيه كل يا شباب دول لي هذا المفهوم أيها ممتازين حركة تتناسب فيها إزاحة الجسم عن موضع الاتزان طردياً مع قوة الإرجاع المؤثرة فيه الآن عندي صفات الحركة التوافقية والحركة الاكتزازية الزمن الدوري أول شيء رح نتعرف هنا على بعض المصطلحات وهو الزمن الدوري الزمن الدوري يرمز له بالفيزياء اللي هو التي كابيتل الزمن الدوري التي كابيتل تايم هذك تي ايش اسمول إذن ما هو الزمن الدوري؟ الزمن الذي يحتاج إليه الجسم لكي يكمل دورة كاملة من الحركة ذهابا وإيابا لاحظ معاي إذن هنا عندي هذا الجسم لما بده ينطلق إلى اليسار ثم يرجع إلى اليمين الزمن اللي استغرقه في ذهابه إلى اليسار ورجعته هذا الزمن بسميه الزمن الدوري الآن في شيء آخر رح نتعرف عليه اللي هو سعة الاهتزاز ما هي سعة الاهتزاز؟ أقصى مسافة يتحركها الجسم مبتعدا عن موضع اتزانه لاحظ معاي وين موضع الاهتزان هنا؟ سعة الاهتزاز لاحظ معاي هذا هنا هذا الارتفاع بسميه سعة ايش؟ الاهتزاز في هاي الموج تمام؟ كم سعة اهتزازه عن موضع الاهتزان؟ إذن تعرفنا على الزمن الدوري يرمز له بالتي واسعة الاهتزاز أقصى مسافة يتحركها الجسم عن موضع الاهتزان أقصى مسافة تحركها الجسم عن موضع الاهتزان الآن يا شباب الكرة المعلقة بنابض وقانون هوك قانون هوك أول شي قبل ما ندخل على قانون هوك لاحظ معاي على الأشكال A, B, C لاحظ A صفر متر إزاحة B X متر يعني مثلا خمسة، ثلاثة، ثنين لاحظ كانت هنا W ضعفنا الوزن هذا يعني وزن هنا ما كان عندي وزن ما كان عندي إزاحة حطينا وزن صار عندي إزاحة ضعفنا الوزن صارت الإزاحة أكبر ثنين X كانت هنا X صارت هنا ثنين X من هذا الكلام نستنتج قانون هوك واللي بقول لي أن القوة التي يؤثر بها نابض تتناسب طرديا مع مقدار استطالته فالقوة اللي أثرت فيها النابض بتتناسب طردي مع مقدار الاستطالة وهذا المقصود بمقدار الاستطالة اللي هو الابتعاد عن محور الاتزان فقانون هوك رياضيا F هي القوة مينس K ثابت هوك تمام أو ثابت النابض و X مقدار الاستطالة قيل لك هنا ما هي وحدة قياس K لذابت النابض يقول لاحظ معاي K إيش بساوي مينس F على X F نيوتن و X إيش هي متر فوحدة قياس K هي نيوتن على متر الآن طاقة الوضع المرونية في النابض إحنا PE قلنا هي طاقة وضع لاحظ حطينا S B يعني سبرينج فطاقة وضع النابض تساوي نص K X تربية K ثابت النابض واللي بعطيك هيها في السؤال و X اللي هي مقدار الاستطالة فطاقة الوضع في النابض المرونية تساوي نص K X تربية وهذا مقصود في المرونية لاحظ هاي مدى القوة ثم الإرجاع الآن لاحظ معاي هنا على الشكل بالأسفل التمثيل البياني لاحظ F و X العلاقة طردية خطية لاحظ معاي العلاقة طردية خطية كل ما زاد عندي هنا F لاحظ عند 1 متر كانت القوة 1 عند تقريبا عند 4 كانت بحدود 3 وربع تقريبا تمام لاحظ معاي هنا 1 2 3 4 5 هذا مقدار F بنيوتن وهذا X بالصانتي متري عند 1 صانتي عند 2 صانتي كم كانت ايش القوة الآن اهم شي عندي هنا له طاقة وضع النابض المرونية تساوي 0.5 K X تربية واللي هي المساحة تحت هذا المنحنة الآن يا شباب الكل لاحظ معاي على الشكل الموجود عندك الآن قانون هوك وإحنا قلنا F بساوي minus K X لاحظ معاي هنا هذا لصندوق يؤثر به وزن للأسفل ويؤثر به ايش قوة النابض لوين للأعلى تمام الآن هذا النابض الممتط يعني لما يكون عندي في وزن الآن هنا F Sparing وF G الوضع الطبيعي للنابض أنا ما عملت استطاوة الجسم عندي شماله متزم فالوزن يساوي قوة ايش الارجاع أو قوة النابض لاحظ معاي هنا هذا النابض مضغوط لاحظ معاي هنا F بساو ماين س K X لاحظ هنا F Sparing هذا مضغوط وهنا F G لاحظ معاي هنا F G وهنا F Sparing لاحظ أنت الآن على مقدار لاحظ من هنا لاحظ كم كل ما كان لاحظ كم المسافة والاستطالة من هنا لاحظ معاي كم هنا كانت عندي هذا في حال أنه كانت الاستطالة الأقل ما يمكن هذا في حال الوسط هذا في حال أنه جعلنا النابض مضغوط فتكون القوة المحصلة معاكسة لاتجاه إزاحة الجسم القوة المحصلة معاكسة لاتجاه إزاحة الجسم وهذا في قانون هوك نحن نقول سالب وهذه السالب تعني أن القوة المحصلة معاكسة لاتجاه إزاحة الجسم وتتناسب طرديا معها إذا يتحرك الجسم حركة وافقية إذن هنا سنتكلم عن السالب اللي في قانون هوك هذا السالب هو يعني أنه معاكس لاتجاه إزاحة الجسم القوة المحصلة معاكسة لاتجاه إزاحة الجسم الآن مما يتكون البندول شباب البندول هو عبارة عن خيط معلق فيه كتلة طبعاً تعمل إزاحة لليمين واليسار يتكون البندول بسيط من جسم صلب كثافته عالية وهذه الكرة يسمى ثقل البندول معلق بواسطة خيط طوله إل اللي هو هذا الخيط طوله إل عنده سحب ثقل البندول جانباً وتركه لما أنا أسحب ثقل البندول جانباً وتركه فأنه يتأرجح جيئة وذهباً تمام؟ يعني أنا مسكت هذا الثقل حركته لليمين سوف يذهب إلى الاتزان ثم لليسار ثم يرجع الاتزان ثم يرجع إلى اليمين لأن العوامل المؤثرة في الثقل البندول أول شيء قوة الشد اللي هي Ft للأعلى يا شباب شاهدينها؟ Ft لقوة الشد ثاني شيء Fg اللي هي الجاذبية الأرضية الوزن تمام؟ الجمع الاتجاهي لهاتين القوتين يمثل القوة المحصلة اللي وهذا هو لاحظ معاي Ft لاحظ هنا موقع لا على X ولا على Y فهو متجه F تمام؟ متجه Ft اللي هو متجه قوة الشد زائد متجه قوة الوزن هو اللي راح يعطيني هو اللي راح يعطيني هنا الجمع الاتجاهي لهاتي القوتين يمثل القوة المحصلة فالقوة المحصلة أنا بحصل عليها من متجه القوة لقوة الشد ومن متجه القوة المتجه الوزن تمام؟ الآن يا شباب هنا ننتقل إلى الزمن الدوري للبندول اللي قبل إحنا تكلمنا فيه عرفنا على البندول تمام؟ وأجزاءه مما يتكون ننتقل إلى T اللي هو الزمن الدوري للبندول 2π في جذر L على G حيث L طول خيط البندول وG تسارع الجاذبية تمام؟ وT اللي هو الزمن الدوري للبندول ننتقل إلى ظاهرة مهمة وجميلة اللي هي ظاهرة الرمين لكي تجعل إرجوحة تتأرجح وأن تجالس عليها قم بدفعها بالإنحناء إلى الخلف وسحب الحبل والسلسلة من نقطة نفسها في كل شوق أو أن يدفعك زميلك دفعات متكررة في اللحظات المناسبة الآن يا شباب كيف يحدث الرمين؟ عندما تؤثر قوة صغيرة في جسم متذبذب أو مهتز الجسم في حالة تذبذب أو اهتزاز يعني قاعد بتحرك حول محور اتزامه في فترات زمنية منتظمة يعني قاعد بتحرك حركة توافقية بسيطة هذا يؤدي إلى زيادة سعة الاهتزاز لما أثرنا قوة صغيرة في جسم بتحرك حركة توافقية بسيطة بتزيد عندي سعة الاهتزاز وتكون الفترة الزمنية الفاصلة بين تطبيق القوة هاي القوة الصغيرة على الجسم المهتز مساوية للزمن الدوري للذبذبة يعني يحدث الرمين عندما تكون الفترة الزمنية الفاصلة بين تطبيق القوة هاي القوة الصغيرة على الجسم المهتز مساوية للذبذبة وهذا هو هنا المقصود يحدث عندي الرمين تمام إذن يحدث الرمين عندما تكون الفترة الزمنية الفاصلة بين تطبيق القوة على الجسم المهتز مساوية للزمن الدوري يعني الفترة الزمنية الفاصل ما بين تطبيق القوة على الجسم المهتز والزمن الدوري للذبذبة هذا متساوي يحدث عندي إيش؟ الرنين طبعا يا شباب من الأمثلة الشاي على الرنين أرجحت السيارة إلى الأمام والخلف من أجل تحرير عجلاتها من الرمل عندما تنغمر فيه والقفز المتواتر على لوحة القفز أو الغوص تمام؟ يعد الرنين شكل مميز الحركة التوفقية البسيطة حيث تؤدي زيادة بسيطة في مقدار القوة في أزمنة محددة في أثناء حركة الجسم إلى زيادة أكبر وأكبر في الإزاحة الرنين الناتج عن حركة الرياح مثلا متوافقها مع تصميم دعائم الجسر قد يكون سوبرانهار جسر مضيق تاكوما طبعا هذا يا شباب جسر مضيق تاكوما في واشنطن في الولايات المتحدة ترجح ذاتيا وانهاره في جو غير عاصف طبعا هنا كيف حدث هذا الشيء الرنين الناتج عن حركة الرياح تمام مثلا بتوافقها مع تصميم دعائم الجسر قد يكون هو السبب تمام فهنا شكل مميز لحركة التوافقية البسيطة تؤدي زيادة بسيطة في مقدار القوة في أزمنة محددة في أثناء حركة الجسم يعني بالزيد زيادة بسيطة في مقدار القوة في أزمنة محددة والجسم أصلا قاعد في تأرجح تمام؟ الجسم في تأرجح بسيط تمام؟ وعندي زيادة في بسيطة في القوة أثناء تأرجح هذا الجسم واثنين في أزمنة محددة في أثناء حركة الجسم أدى لزيادة أكبر وأكبر في الإزاحة تمام؟ زي ما تكلمنا قبل الآن ننتقل يا شباب إلى خصائص الموجة أول شيء ما هي الموجة؟ لاحظ ما هي اضطراب يحمل طاقة خلال المادة أو الفراغ إذن اضطراب يحمل طاقة أثناء يحمل طاقة خلال المادة أو الفراغ وهذا بعض أشكال الموجات لاحظ معي كيف يكون هي يعني اضطراب يحمل طاقة خلال المادة أو الفراغ سواء كان في عندي وسط ناقل أو ما في عندي هنا خلال المادة أو الفراغ في وسط ناقل أو ما في وسط ناقل انتقال الطاقة عبر المادة أو الفراغ هذا بسميه الموجة الآن عندي أنواع الموجات الموجات الميكانيكية من الموجات الميكانيكية موجات الماء وموجات الصوت لاحظ معي هنا هاي موجات الماء لما ترمي حجر في بركة أو في البحر لاحظ كيف الموجات بتظهر موجات دائرية هنا موجات الصوت لاحظ معي هاي موجات الصوت عندما نتكلم هاي اسم الموجات الصوتية فتحتاج الموجات الميكانيكية بوسط ناقل تمام؟ انتبهوا إذن الموجات الميكانيكية مثل موجات الماء وموجات الصوت تحتاج إلى وسط ناقل الآن قارن لي هنا قارن بين الموجات الصور أدناه من خلال انتشار الموجة واتجاه تذبذب جزيئات الحبل والناظر لاحظ معي يا شباب هنا في عندي نوعين من الموجات مستعرضة وموجات طولية إذا كان عندي الموجة تذبذب جزيئاته عامودياً على انتشار الموجة فهذا الموجة مستعرضة وإذا كانت الموجة تذبذب جزيئاته في اتجاه حركة الموجة نفسها يعني موازية لاحظ معي هنا الموجة تذبذب مع إيش لاحظ الموجة هنا تذبذب مع حركة إيش حركة الانتشار فهذا إيش بك دائماً التضاغط والتخلقه يا شباب بتكون عندي اللي هو اتجاه انتشار الموجة واتجاه تذبذب جزيئات الحبل أو النابض النابض أو الحبل تمام هاي بتكون موازية لبعضها سميها الموجات الطولية إذا كان عندي اتجاه انتشار الموجة تمام موازي لاتجاه تذبذب جزيئات الحبل أو النابض أو غيره إذا كان موازي زي هنا لاحظ معي يا شباب هذا تضاغط وتخلقه هاي موجات طولية مثل موجات إيش؟ الصوت لكن إذا كانت الموجات تذبب جزيئاتها عمودياً على اتجاه انتشار الموجة لاحظ معي لاحظ كذا عمودياً على اتجاه انتشار هنا عمودياً على اتجاه انتشار الموجة يعني هو الحركة كذا وهو حركة تلاحظ عمودياً على اتجاه انتشار الموجة فهذه الموجات سميها الموجات المستعرضة إذا ما هي الموجات المستعرضة؟ الموجة التي ذبذب جزيئاتها عمودياً على اتجاه انتشار الموجة مثل الموجات الكهرباغناطيسية فما هي الموجات الطولية؟ الموجة التي ذبذب جزيئاتها في اتجاه حركة الموجة نفسها وموازية لها مثل موجات الصوت دائماً يا شباب تضغطوا تخلخوا موجات طولية تمام؟ الموجات الكهروميغناطسية زي الضوء والميكرويف هذا كل موجات مستعرضة طبعاً هنا دونوهن يا شباب مهمات جداً المستعرضة والطولية ممتازين الآن ننتقل إلى أقسام الموجات الميكانيكية قلنا موجات مستعرضة موجات طولية نيجي الآن للتفريق فيما بين وهذا مهم جداً قلنا الموجة تذذب عمودين على خط انتشار الموجة هذه مستعرضة تتكون من سلسلة من القمم والقيعان لاحظ معي هنا يا شباب مالش لاحظ هنا هذا بالأسفل قمة وبالأعلى فتتكون من سلسلة من القمم والقيعان انتجاه انتشار الموجة تمام لاحظ معي هذا اتجاه انتشار الموجة لليمين واليسار وهنا اتجاه حركة الدقاءة تمام لاحظ أنه بينهم زاوية تسعيد مثال على الموجات المستعرضة مثل موجات الماء وقلنا لك الموجات الكارومغناطيسية الموجات الطولية اضطراب ينتقل في اتجاه حركة الموجة نفسها لاحظ هي هاي شايف نفس الحركة هذا انتشار ايش هذا اتجاه انتشار الموجي مع الدقاءة قول جزئيها هذا اتجاه حركة الدقاءة كذا وكذا وانتشار الموجي كمان نفس الاتجاه موازلها فهذا بسميه موجات طولية دائما تكون تضغطات وتخلخلات زي ما حكينا لك قبل مثال على الموجات الطولية موجات الصوت دائما انتبهوا اتجاه حركة الموجة نفسه موازي لها إذن اتجاه حركة الدقاق مع اتجاه انتشار الموجة موازي إذا كانت جزيئات الموجات هنا تتحرك في اتجاه موازي وعمودي على انتشار الموجة فهي ليست موجات طولية ولا مستعرضة إذن احنا قلنا لموازية طولية عمودية مستعرضة طيب إذا كانت هاي الموجات بتسلك السلوكين الطولي والمستعرض فبعرفها في الموجات السطحية الموجات السطحية هاي تتذبذب جزيئاتها بشكل عمودي وموازي على انتشار اتجاه الموجة لاحظ معي بشكل موازي وبشكل عمودي يعني بتعمل الحركتين مع بعضهم يعني بكون عندي في هذه الموجات موجات مستعرضة وموجات طولية مثل موجات البحار الآن الموجات في أعماق البحيرات والمحيطات طولية في الأعماق طولية يعني موازية لانتشار حركة الموجة موازية لحركة دقائق واجزئات الماء حركة الجسيمات على سطح الماء باتجاه موازي وعامودي على اتجاه حركة الموجة إذن هي حركة سطحية موجات سطحية كل موجة من هذه الموجات هي موجة سطحية لها قصائص الموجات الطولية والمستعرضة مصدر الطاقة الموجات الماء العواصف البعيدة هي التي تستمد الطاقتها من الشمس الآن هنا قياس الموجات سنتعرف يا شباب على قياس الموجات السرعة والسعة والتردد والطول الموجي هذه عندي موجة أولى وهي عندي موجة ثانية لاحظوا معي هنا سرعة الموجة ما هي سرعة الموجة؟ الإزاحة التي تقطعها خلال وحدة الزمن هنا سرعة الموجة الإزاحة التي تقطعها خلال وحدة الزمن لاحظوا معي تعتمد سرعة الموجات الميكانيكية والطولية الموجات الميكانيكية الطولية والمستعرضة على الوسط الذي تنتقل فيه نحن نقول الموجات الميكانيكية لازم في عندي وسط نار فتعتمد على الوسط الذي تنتقل فيه يعني سرعة الموجات الميكانيكية في الماء غير سرعتها فيه في الهواء غير سرعتها في وسط آخر فV السرعة نحن نعرف إنها دلتا D التغير في الإزاحة على التغير فيه في الزمن فسرعة الموجة هنا دلتا D إزاحة قمة الموجة على الفترة الزمنية التي استغرقتها في الإزاحة الآن بقولي قارن بين الحالتين التاليتين الحالة الأولى والحالة الثانية لاحظ معاي الحالة الأولى هنا يا شباب الإزاحة القصوى كانت عندي ما بين واحد وما بين سالب واحد تمام؟ لاحظ عندي هنا ويف لنث قايل لي هذا ويف لنث إيش يعني ويف لنث؟ هذا مقصود في الطول الموجي أمبليتيود كذا إيش يعني أمبليتيود؟ سعة الموجة يا شباب انتبه علي المسافة بين قمتين هاي قمة وهاي قمة هاي بسميها الويف لنث والطول الموجي المسافة من هنا لين أقصى ارتفاع يعني من موضع الاتزان لين أعلى اللي هي القمة أو لين القاع هذا بسميه الأمبليتيود لاحظ معي هنا لاحظ الويف لنث واحد من عشرة لاحظ معي هنا الويف لنث ثلاثة من عشرة المسافة زادت بين قمتين لكن لاحظ الامبليتيود يا شباب الامبليتيود هنا قل وهنا إيش الامبليتيود زاد لوسعة الموجة هنا لاحظ معاي لاحظ هنا الويف لنث هنا الامبليتيود واحد من عشرة وهنا الامبليتيود واحد من عشرة لاحظ معاي السعة هنا واحد والسعة هنا واحد تمام هذا سعة الموجة لكن الويف لنث لاحظ الويف لنث من هنا إلى هنا الويف لنث فوق إيش أكبر من الأسفل الآن نجي للخلاصة الإزاحة القصوى للموجة الأولى على الموضع السكونيها أكبر من إزاحة القصوى للموجة الثانية وبالتالي نستطيع أن نصف هذا المقارن سعة الموجة الأولى أكبر من سعة الموجة الثانية هي زي ما حكينا لكم الإزاحة هاي عن موضع الاتزان لين القمة أو الإزاحة من هنا لين القاع هاي بسميها إيش سعة الموجة فسعة الموجة في الأعلى أعلى من سعة الموجة في وين في الموجة اللي بالأسفل الآن الثاني من حيث الطول الموجي لاحظ الطول الموجي فوق لاحظ ما بين هو ما بين قمتين أو بين إيش قاعين فالطول الموجي بالأعلى أعلى من الطول الموجي بين بالأسفل زي ما قال لك هنا الطول الموجي للموجة الأولى أكبر من الطول الموجي للموجة الثاني الآن ننجي للأمبليتود اللي هي السعة الإزاحة القصوى للموجة عن موضع سكونيها أو اتزانيها هذا المقصود فيها شباب هذا موضوع الاتزان اسمه تمام فهي حدث لها إيش اهتزاز لاحظ قديش طلعت عن موضوع الاتزان هذا بسميه الأمبليتود لين هنا اللي هي القمة تمام لاحظ هنا واحد تقريبا اللي هو الأمبليتود الإزاحة القصوى للموجة عن موضع سكونيها أو اتزاني هذه السعة تعتمد السعة على كيفية توليدها ولا تعتمد على السرعة انتبهوا لا تعتمد السعة الموجة على سرعتها تنتقل الموجة ذات السعة الأكبر تنقل الموجة ذات كلما كان السعة الموجة أكبر كلما نقل الطاقة أكبر معدل نقل الموجة للطاقة يتناسب طرديا مع مربع سرعتها إذن هنا نعرف أن الساعة الموجة تعتمد على كيفية توليدها ولا تعتمد على سرعتها وتنقل الموجة، الموجة ذات الساعة الأكبر بتكون طاقتها أكبر معدل نقل الموجة للطاقة يتناسب طردياً مع مربع السرعة هذه الملاحظات دونوا عندنا الآن لاحظوا معي يا شباب هنا بس توضيح هذا اللمدة اللي هو الطول الموجي، المسافة بين قمتين أو قاعين تمام؟ لاحظ معي هذا الطول الموجي، هذا بين قاعين لاحظ معي، هذا ما بين قمتين، هذا يسمى موجة واحدة لاحظ من هنا للمسافة بين قاعين أو قمتين هاي موجة الآن نجي لسعة الموجة الإزاحة القسوة للموجة عن موضع سكونها تكلمنا فيه قبل والطول الموجي المسافة بين قمتين متتاليتين أو قاعين متتاليتين أو نقطتين متشابهتين يعني نقطة هنا ونقطة هنا برضو هذا طول الموجي مسافة ما بين قاعين هذا يسمى قاع هذا لمدة طول الموجي مسافة ما بين نقطتين متتاليتين تمام؟ أنا نفس المحور هنا لاحظ هذه نقطة كانت عن محور الاتزان وهذه نقطة عن محور الاتزان هذه تعتبر طول موجي لاحظ هنا أيضا كذلك هذه النقطة وهذه النقطة على نفس المحور إذن المسافة بين قمتين أو قاعين أو نقطتين متشابهتين هذا بسميه طول موجي واحد الآن الطول الموجي لمدة اللي تكلمنا فيه أقصر مسافة بين النقطتين بحيث تكرر نمط الموجة نفسها لهذه قمة قمة هاي لمدة هاي نقطة وهاي نقطة هاي كمان لمدة وأيضا كذلك ما بين قاع وقاع هذا لمدة نموضح لك بعض التضاغطات والتخلخلات فالطول الموجي لاحظ في التضاغط والتخلخل ما أقصر مسافة تعطيني موجة واحدة لاحظ هنا أيضا كذلك أقصر مسافة بين نقطتين متشابهتين هذا بعطيني موجة أيضا كذلك ننتقل لشيء اسم الطور أي نقطتين في الموجة تكونان في الطور نفسه إذا كانت المسافة بينهما تساوي طول موجي واحد أو مضاعفات يعني أي نقطة بتكون في الطور نفسه إذا كانت المسافة بينهم تساوي لمدة أو مين لمدة أربعة لمدة ستة لمدة زي كذا تمام؟ إذا أي نقطة في الموجة بتكون في الطور نفسه نفس الطور يعني نقطة هاي مثلا نقطة هاي لها نفس الطور إذا كانت المسافة بينهم بتساوي طول موجي واحد أو مضاعفات وراح نشرح إن شاء الله في أمثلة أخرى الآن هنا يا شباب لاحظ معي العلاقة ما بين ننتقل إلى التردد التردد عدد الإجزازات الكاملة التي يتمها الجسم المهتز في الثانية الواحدة تكلمنا عن سعة الإجزاز تكلمنا عن الطور الموجي الآن نتكلم عن التردد فهو عدد الإجزازات الكاملة التي يتمها الجسم المهتز في الثانية الواحدة ويقاس بوحدة الهيرتس فلمدة هي سرعة على التردد طول الموجة سرعة مقسومة على التردد فإف بالساوي واحد على تي لأن إف هي التردد وتي هنا الزمن الدوري تبعوا لهذه القانون المهمين أنا حين نحل عليهم أسئلة إف هنا التردد إما واحد على الزمن الدوري أو الطول الموجي بساوي السرعة على التردد طبعا هنا ما هي وحدة قياس إف دائما هيرتس يا شباب أو واحد على ثاني الآن تمثيل الموجات يمكن رسم الإزاحة بوينيا بوصفها متغيرا مع الزمن يعني هنا الأمبليتيود وهنا إيش تي تحمل خلال إيجاد الزمن الدوري ومن خلاله يعني الإزاحة وعندي هنا الزمن ومن خلاله يمكن إيجاد الزمن الدوري تحمل الموجات طاقة تمكنها من إنجاز شغل الموجة بتحمل طاقة سعة الموجة تحدد مقدار الطاقة الموجبة كلمنا عنها قبل يحدد الوسط وحدة وسرعة الموجة الآن هنا يا شباب سلوك الموجات قيل لي جرب سحب كمية قليلة من الهيليوم بالون هيليوم مع الشهيق بالفم يعني يا شباب هنا لو سحبت أو تنفست إيش غاز الهيليوم لحتلاحظ أنه فيه تغير في الصوت تمام؟ تغير في هذا نبرة الصوت تمام؟ هنا سرعة الصوت في الهيليوم أكبر من سرعته في الهواء وهذا ما يفسر تغير نبضة الصوت إذن ليش بتغير عندي نبضة الصوت لما أنا أتنفس غاز الهيليوم؟ أنا لما أتنفس غاز الهيليوم لاحظ معي ليش بتغير عندي الصوت؟ لأنه سرعة الصوت في الهيليوم أكبر من سرعة الصوت في الهواء الخلاصة تعتمد سرعة الموجات الميكانيكية على خصائص الوسط الذي تمر فيه إذن الخلاصة تعتمد سرعة الموجات الميكانيكية على خصائص الوسط ولا تعتمد على سعة الموجة أو ترددها إذن سرعة الموجات الميكانيكية ما بتعتمد على السعة ولا على التردد تعتمد على خصائص الوسط تمام؟ فهنا يؤثر عمق الماء في سرعة الموجات المتكونة فيه حيث تتعلق سرعة انتشارها بعمق الماء عندما يكون عمق الماء أربع كيلو متر فأنه سرعة تتراوي بحوالي سبعمائة كيلو متر في الساعة بيد أنه لا تتجاوز ثمانين كيلو متر عند السواحل التي لا تتجاوز عمق خمسين متر لاحظ هنا سبعمائة كيلو متر فيه هنا فعندما يكون عمق الأربع كيلو متر سرعتها سبعمائة كيلو متر في الساعة بيد أنه لا تتجاوز ثمانين كيلو متر عند السواحل التي تتجاوز عمق خمسين متر ولكن تصل سعة الموجة ارتفاحة إلى 10 متر تؤثر درجة الحرارة الهواء في سرعة موجات الصوت الذي تنتشر فيه فسرعة الصوت عند درجة الحرارة المنخفضة أقل من سرعة الصوت عند درجة الحرارة المرتفعة انتبهوا لها الملاحظة هاي تؤثر درجة الحرارة في الهواء في سرعة الموجات الصوت التي تنتشر فيه فسرعة الصوت عند درجة الحرارة المنخفضة أقل من سرعة الصوت عند درجة الخرارة المرتفعة وهذا بسبب تقارب وتباعد الجزيئات تمددها يؤثر مقدار قوة النابض وكتلته وحدة أطوالي على سرعة موجته إذن يؤثر مقدار قوة شد النابض وكتلته على سرعته في النابض بالأخص قوة شده وكتلته بأثراً على سرعته إذن نستخلص من هذا الكلام سرعة الموجات تعتمد على خصائص الوسط الذي تمر فيه سواء كان درجة حارة مرتفعة أو مخفضة أو من حيث عمقه أو إلى آخره طيب الآن سلوك الموجات لاحظ عند مرور الموجة الساقطة بنقطة ارتباط النبضتين عند مرور الموجة الساقطة بنقطة ارتباط النابضين تمام؟ نقطة ارتباط النابضين بأن جزء من الموجة الساقطة ستنعكس وتسمى الموجة المنعكسة وجزء آخر سينكسر ويسمى الموجة المنكسرة ويلاحظ ذلك تغير سعة الموجة إما زيادة أو نقصان بحسب الموجة الساقطة ما إذا كانت صادرة من النابض السميك أو النابض الأقل سمكن طبعاً هاي نقطة ارتباط النابضين تمام؟ الآن لما تمر الموجة الساقطة مرت الموجة الساقطة تمام؟ سواء من هذا النابض أو من هذا النابض الموجة اللي تولدت في الآخر بسميها موجة منعكسة والموجة وجزء آخر اللي هو يسمى منها الموجة المنكسرة إذن تعتبر عندما تعبر موجة خلال حد فاصل هذا الخلاصة منه الشكل A أو B إذا عندما تعبر موجة خلال حد فاصل بين وسطين مختلفين ينفذ جزء منها منكسراً كما ينعكس الجزء الآخر إذن لما تعبر موجة من وسط إلى وسط آخر جزء ينعكس وجزء ينكسر تمام؟ إذن ماذا يحدث للنبضة عندما تنتقل من زنبرك ثقيل لآخر خفيف؟ لاحظ، قسم ينفذ بنفس وضع النبضة الساقطة وقسم ينعكس بنفس وضع النبضة الساقطة إذن ماذا يحدث للنبضة عندما تنتقل من زنبرك ثقيل إلى زنبرك خفيف؟ قسم منها قسم ينفذ بنفس وضع النبضة الساقطة يعني قسم بظل زي ما هو والقسم الآخر ينعكس بنفس وضع النبضة الساكن ماذا يحدث هنا؟ ماذا يحدث النبضة عندما تنتقل من زنبرخ خفيف لآخر ثقيل قبل من ثقيل إلى خفيف نفس الشيء قبل انتقالها راح يكون نفس الشيء قسم ينفذ بنفس وضع النبضة الساقطة وقسم ينعكس بنفس وضع النبضة الساقطة هنا لا ماذا يحدث للنبضة عندما تنتقل من زنبرخ خفيف لآخر ثقيل قسم ينفذ بنفس وضع النبضة الساقطة وقسم ينعكس مقلوبا رأسا على عقل لاحظوا معي في الشكل هنا ينعكس مقلوبا رأسا على عقل لما ينتقل من زنبرخ خفيف لآخر ثقيل ينعكس مقلوبا رأسا على عقب من زنبرخ خفيف إلى طقي نعكس الموجات ونفاذها ماذا يحدث لموجة عند انتقالها لطرف ثابت لزنبرك مثبت في حائط لاحظ معي هاي الحالة الثالثة تنعكس الموجة مقلوبا رأسا على عقبها لاحظ معاي محافظة على شكلها ماذرة محافظة على شكلها واتساعها هنا إذا كان عندي طرف ثابت والزنبرك قاعد بتحرك مثبت في حائط هنا الطرف والزنبرك قاعد بتحرك تنعكس الموجة مقلوبا رأسا على عقب فهنا بتكون سعة النبضة المنعكسة مساوي سعة النبضة الصاقط تمام ننتبه للثلاث حالات الأولى والثانية والثالثة اللي هي من زنبرك ثقيل النبضة من زنبرك ثقيل إلى خفيف بعدين من خفيف إلى ثقيل بعدين هنا انتقالها لطرف ثابت أو اللي هو طرف ثابت لزنبرك تمام تكون سعة النبضة المنعكسة مساوي سعة النبضة الصاقط حال الرابع ماذا يحدث للنبضة عندما تصل لطرف نابض حر قبل هذا ما كان عندي هنا يا شباب كان ايش ثابت لكن الآن هنا حر ترتد النبضة بنفس وضعها محافظة على شكلها واتساعها إذا كان هنا عندي حر وأنا كان في موجة ساقطة راح ترتد بنفس وضعها محافظة على شكلها واتساعها طبعا يا شباب لغاية اليوم هنا يكفي إن شاء الله مبدأ التراكب راحين يتكلم في الحصة القادمة الله يعطيك العالم ترجمة نانسي قنقر